ويبدو أن نتائج الزلزال الارتدادية الذي يحدثه انسحاب مقضة الصادر من البرلمان والعملية السياسية في العراق سيضع نهاية للعبة الكلمات المتقاطعة في العراق التي لا يمكن فصلها عن متغيرات التشدد في المنطقة بعد رفع مستوى التأهب بين إيران وإسرائيل ودخول العراق مراحل الاستعداد للعاصفة كما يقول المحلل سمير داود حنوش ومن محطة الأولويات الجديدة سينطلق قطار التفاوض للإطار التنسيقي عبر قيادات تحظى بمقبولية الشركاء وأيضا ملتزمة بتعهداتها التي ستمثل ركيزة التفاهم على شكل الحكومة المقبلة مع جميع الأطراف بما فيها القوى المستعدة للذهاب إلى المعارضة وتطفو على الواجهة نظرية أربيل 2 في عقد طاولة حوار مستديرة تعيد برمجة ثوابت أربيل 1 عام 2010 لكن بإضافات جديدة من بينها التوازن بالنفوذ مقارنة بتجارب اختبار كثيرة ومتغيرات أشمل نتيجة تراكمات تجربة الحكم والنفوذ واللعبين الجدد ترجمة نانسي قنقر